اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تواصل تنويع قاعدة اقتصادها الوطني من خلال تعزيز إسهامات القطاعات الحيوية بما يدفع من عجلة النمو الاقتصادي ويسهم في خلق المزيد من الفرص النوعية وتحقيق الأهداف المنشودة وفق المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله اليوم عن بعد السيد محمد بن محفوظ العارضي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبنك إمفست كورب حيث أشار سموه إلى أن المؤسسات المالية والمصرفية تلعب دورا هاما في دعم قطاع المال والأعمال باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في المملكة منوها بأن العمل مستمر لتعزيز توظيف التقنيات التكنولوجية في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يعزز من تنافسية مملكة البحرين ويعود بالنفع على الوطن والمواطنين من جانبه أعرب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبنك إمفست كورب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لما يبديه سموه من حرص واهتمام بتطوير القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين مملكة البحرين